موسيقى فخامة الرئيس يقض جلسة مباحثات مع رئيس المجلس الأوروبي رئيس الوزراء يعرب عن تقديره للدور الحيوي للبنك الدولي في دعم اليمن وزير الدولة لم لسبحة قضايا النزوح واللجو والهجرة غير الشرعية محافظ حضر موت يتفقد عددا من مشاريع الطرق بمدينة المكلة من مبنى تلفزيون حضر موت الحكومي بمدينة المكلة نقدم لكم نشرة إخبارية مفصلة ونبدأ نشرتنا مع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئيسية الذي التقى في القصر الملكي ببروكسل جلالة الملك فيليب ليوبولد وذلك في إطار زيارته الحالية للبلد الأوروبية الصديقة الملك فيليب رحب برئيس مجلس القيادة الرئاسية خلال زيارته الأولى لمملكة بلجيكا الذي أكد حرص ببروكسل على دعم الجهود كافة لتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن وأعرب فخامة الرئيس عن تقديره للبوقف البلجيكي الثابت في إطار المنظومة الأوروبية إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء المعاناة الإنسانية واضعا الملك فيليب أمام تطورات الوضع اليمني بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها المجلس والحكومة والدعم الأوروبي المطلوب لتعزيز إثر هذه الإصلاحات نواصل أخبارنا مع فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي عقد اليوم الأربعاء في بروكسل وبعه عضو المجلس فارج البحسني والوفد المرافق جلسة مباحثات رسمية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في مستهل برنامج زيارة رئاسية لمقر الاتحاد الأوروبي بمملكة بلجيكا الصديقة رئيس المجلس الأوروبي رحب برئيس مجلس القيادة الرئاسية والوفد المرافق له مؤكدا أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك بين الجانبين على مختلف الأصعدة كما أكد ميشيل التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني وانفتاحه على الشراكة السياسية والاقتصادية الواسعة بين الجانبين ودعم الجهود كافة الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار وعرب الرئيس العليم عن امتنانه للموقف الأوروبي الداعم للقضية اليمنية وتأكيد أهمية مضاعفة الضغوط من أجل دفع الميليشيات الحوثية الإرهابية للتعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لأحلال السلام والاستقرار في اليمن ونوها فخامة الرئيس بأهمية الشراكة الواسعة مع الاتحاد الأوروبي بما في ذلك تعزيز التدخلات التمويلية لتضمن الانتقال من الدعم الإغاثي والإنساني مؤكداً أهمية دفع الاتحاد الأوروبي باتجاه ضخ التمويلات المعتمدة للمنظمات الدولية عبر البنك المركزية بما يصهم في تعزيز موقف العملة الوطنية مجدداً التزام المجلس بنهج السلام الشامل والعادل إلى أخبار رئيس الوزراء دكتور معين عبد المالك الذي أعرب عن تقديره للدور الحيوي للبنك الدولي في دعم اليمن كشريك أساسي للحكومة في الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية وبناء المؤسسات والحرص المشترك على استمرار تطوير نوافذة جديدة للشراكة في مجالات التنمية رئيس الوزراء أشار خلال لقائه على هامشي مشاركته في القمة العالمية للحكومات بيدبي المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولية دكتور منصور أشماري ونائب رئيس البنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بالحاجة إلى التعقيدات التي تواجهها الحكومة في الجانب الاقتصادي مع الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط وتطرق دكتور معين عبد المالك إلى الإصلاحات التي تنفذها الحكومة والأثر المتوقع منها في تخفيف التدعيات الاقتصادية على ضوء المستجدات الراهنة مطلعا من مسؤولي البنك الدولي على المشاريع المنفذة في اليمن ضمن مخصصاتها في محفظة إيدا خلال العام الماضي والجهود المستمرة لحشد الدعم التنموي والإنساني لليمن نبقى مع رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد المالك حيث وزار اليوم في دبي متحف المستقبل وذلك على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات رئيس الوزراء طاف في المتحف الذي يشكل فرصة لعيش المستقبل بمختلف أفاقه وأبعاده وبئة حاضنة لأفضل مستشرفية المستقبل من العقول والمواهب المبتكرة يقدم رحلة استثنائية يتسنى عبرها اختبار تجارب مستقبلية مثيرة تمس مختلف جوانب الحياة وتطويع التكنولوجيا لخلق واقع أفضل للإنسانية ككل واستمع الدكتور معين عبد الملك إلى شرح تفصيلي حول دور المتحف الذي سيكون منصة عالمية وفكرية تنطلق من دبي إلى العالم ومركزا معرفيا لدعم خبراء ومصاممي الحلول المستقبلية المبتكرة في مختلف القطاعات التي تهم المجتمعات وتعرف رئيس الوزراء من القائمين على المتحف على مكوناته التي تضم أربعة أخسام رئيسة تمتد على مساحة ستمائة وخمسة عشر مترا مربعا يقدم من خلالها مجموعة من تجرب التفاعلية المستقبلية التي تستعرض تاريخ البشرية منذ البدايات وتستشرف مستقبل الإنسان في مراحل من عشرين عاما تبدأ عام الفين واربعين لتصل إلى عام الفين ومئة كما اطلع على مختلف أقسام المتحف وأبرز تجارب المبتكرة والمبادرات النوعية التي تحتويها الأيقونة المعمارية العالمية التي تشكل مركزا معرفيا لدعم خبراء ومصممية الحلول المستقبلية المبتكرة في مختلف القطاعات التي تهم مجتمعات العالم شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور أحمد بن مبارك في جلسة الحوار الخاصة بشأن اليمن التي عقدتها اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي وذلك في إطار مشاركته في زيارة الرئاسية التي يجريها فخامة دكتور أشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية للاتحاد الأوروبي ومملكة بلجيكا وزير الخارجية أشار في حديثه إلى أن خطة إحلال السلام في اليمن ينبغي أن تركز على حل جدور الصراع وأسبابه ويأتي في مقدمة ذلك إنهاء الإنقلاب القائم على إدعاء الحق الإلهي في الحكم ومعالجة آثاره الكارثية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة للدفع قدما بعملية السلام مؤكدا أن الجانب الحكومي ينظره بإيجابية لتلك الجهود انطلاقا من حرصه على إخراج اليمن من الوبع المأساوي موضحا أن الدور الإيراني التخريبي في اليمن واستمرار تدفق أطنان الأسلحة الإيرانية المهربة إلى ميليشيا الحوثي ووقود الصواريخ والمسيرات التي تستخدمها ميليشيا الحوثي في ضرب المصالح النفطية في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن حيث بحث وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس اليوم مع رئيس العمليات في المفوضية السابية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن محمد نصري آليات التنسيق وأوجه التعاون المشترك للتعامل مع قضايا النزوح واللجوء والهجرة الغير الشرعية لملس أوضح أن عدن تواجه تحديات كثيرة في ظل غياب البرامج الاستراتيجية للتعامل مع قضايا النزوح والمهاجرين وأكدا أن السلطة المحلية على استعداد لتسهيل مشاريع وأعمال المنظمات وتسهيرها التي تحرص على التنسيق والتواصل المسبق معها في هذا الجانب واستعرض مدير العمليات في المفوضية السامية من جانبه جملة من المشاريع والأعمال التي تنفذها المفوضية في مختلف القطاعات وفي مقدمتها المياه والصرف الصحية ودعم برامج العودة الطوعية أكد وزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن الأستاذ أحمد لملس أن السلطة المحلية لا تريد السيطرة ولا التحكم بالمشاريع المقدمة من الجهات المانحة والمنظمات الدولية للعاصمة المؤقتة عدن وزير الدولة أكد خلال لقائه مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المشاريع أوتشا سجاد محمد ساجد بأن السلطة المحلية حريصة كل الحرص على تنظيم العمل وفقا للقوانين المنظمة للعمل في البلاد ليصب الدعم في مكانه الصحيح وأبدأ لملس استعداد السلطة المحلية للتعاون وتدليل الصعوبات لتسهيل العمل الإنساني بما يضمن توظيف الدعم في مكانه المناسب وأشهد مدير أوتشا من جانبه بالحرص الذي أبدته السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن لتسهيل عمل المنظمات واستعرض وفد أوتشا سلسلة المشاريع والأعمال التي تنفذها في العاصمة المؤقتة عدن في المجالات المختلفة منها مجال نزع الألغام إضافة إلى مساعدات حماية الحياة إلى حضر موت حيث أصدر المحافظة الأستاذ مبخوت مبارك بالماضي اليوم تعميما لقرار وزير الصحة العامة والسكان بشأن تشكيل اللجنة الطبية بساحل حضر موت برئاسة الأستاذ الدكتور عامر سالمين بالعفير استشاري نساء وولادة كما ضمت تعميم عضوية كل من الدكتور ربيع عمر بارباع استشاري الجراحة العامة ودكتور مهى محمد بن دحمان استشاري التخدير ودكتور نور عبدالعزيز بن كروم استشاري الأطفال ودكتور فائزة أحمد العمودي استشاري باطني ودكتور خالد مبارك بن ماضي استشاري مخ وأعصاب ودكتور عوض باخليع استشاري عظام وممثلين عن النقابات الطبية وقضى التعميم بإسناد تحديد مهام اللجنة استنادا للقانون رقم ثمانية وعشرين لسنة الفين بشأن المجلس الطبي كما أصدر محافظ حضر موت القرار رقم ثلاثة وثلاثين لسنة عشرين ثلاثة وعشرين قضى بتكليف الأخ المهندس علي أبو بكر عبدالله بارحيم مستشارا لمحافظ محافظة حضر موت لشؤون الموانئ البحرية قام محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي صباح اليوم بجولة تفاقدية لعدد من مشاريع الطرق بمدينة المكلة في سياق اهتمامه بهذا القطاع وتحسين المدينة المحافظ بن ماضي اطلع على مسار طريق الغويزي جول الشفاء ومنحدراتها متعرفا على تجاهات الطريق من جهة منطقة الغويزي ومتفقدا المواقع التي تحتاج إلى شق وعبارات وتمهيد وحماية وتفقد محافظ حضر موت أعمال الرصف الجارية في منطقة باجعمان بجانب إدارة المرور سابقا وما سيلحقها من إنجاز استفلتة من مفرق باجعمان باتجاه الجسر الصيني بديس المكلة إضافة إلى تعرفه على بداية العمل لإنجاز جولة مسجد الشهداء بحي أكتوبر وأعمال التمهيد والسفلتة الجارية لشارع 24 مترا الموازل الهايبر بجانب ثانوية الشاطئ مؤكدا في الوقت ذاته حرص قيادة السلطة المحلية على تحسين مدينة المكلة وإيجاد حلول عجلة للتخفيف من الازدحام داخل المدينة اطلع محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي اليوم بالمكلة على مراحل التهيئة وتسهيلات الممنوحة للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية قبل تدشين المرحلة الخامسة عشرة من عملية الصرف الإصالي والمتنقل لأكثر من 31 ألف مستفيد في 12 مديرية بساحل حضر موت محافظ حضر موت استمع من المدير العام لصندوق الرعاية الاجتماعية بساحل حضر موت عبدالله محسن الحامد إلى الترتيبات لتسهيل عملية الصرف في 24 مركزا للصرف بجميع المديريات بمبلغ إجمالي يتجاوز المليار ريال وتعد المراحل الخمسة عشرة من عمليات الصرف لحالات الرعاية الاجتماعية منحة من البنك الدولي عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية واليونيسيف بالشراكة مع صندوق الرعاية الاجتماعية شرقا إلى المهرة إذ آقر المكتب التنفيذي بمحافظة المهرة في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ محمد علي ياسر مشروع خطة عمل المكتب للعام 2023 المكتب التنفيذي شدد على مضاعفة جهود الجميع والعمل المؤسسي وتحسين الخدمات وتنفيذ المهام مؤكدا ضرورة الارتقاء بمستوى أداء المكاتب التنفيذية وتعزيز النجاحات التي تحققت بما يسهم في دعم عملية التنمية وفي الاجتماع استعرض محافظ المهرة مستجدات الأوضاع في المحافظة وجهود السلطة المحلية في تعزيز الأمن وتوفير الخدمات وتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية ومتابعتها المستمرة مع الحكومة مؤكدا أن زيارته للرياض كانت مثمرة وستنعكس نتائجها الإيجابية على واقع تحسين الخدمات إلى مديرية القطن في حضر موت حيث طلع وكيل أول محافظة حضر موت الشيخ عمر بن حبريش العلي اليوم على سير العملية التعليمية في مديرية القطن ومتطلبات تطويرها وكيل أول حضر موت استمع إلى شرح من مندير مكتب إدارة التربية والتعليم محمد بحشوان حول سير الأداء التعليمي في المديرية التي يبلغ عدد المدارس فيها هذا العام 59 مدرسة في التعليم الثانوي والأساسي ورياض أطفال بين حكومي وأهلي وأشهد شيخ بن حبريش بالجهود المبدولة في تحسين العملية التربوية والتعليمية والمتابعات الجادة لتوفير متطلبات تطويرها مشيرا إلى أن السلطة المحلية ستكون على الدواء مساندة لاستمرار التعليم وتحقيق رسالتها متابعيني الكرام وصلنا معكم إلى ختاب النشر وإليكم تذكير بأبرز مجاة فيها فخامة الرئيس يعقد جلسة مباحثات مع رئيس المجلس الأوروبي رئيس الوزراء يعرف عن تقديره للدور الحيوي للبنك الدولي في دعم اليمن وزير الدولة لملس يبحث قضايا النزوح واللجوء الهجرة غير الشرعية محافظ حضر موت يتفقد عددا من مشاريع الطرق بمدينة المكلة ولمتابعة المزيد بالنشرتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضر موت وفي الختام تقبلوا تحياتي أنا على مثقال وزميل صالح باللسود وتحيات مترجمة لغة الإشارة تهني بمثقال وطاقم نشرة الأخبار إلى لقاء آخر دمتم في حفظ الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر